أهلا بكم مشاهدين إذن بدأت أمس فعاليات المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو والتي تستمر لغاية يوم الخميس وبحضور عشرات الألاف حضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أقل من شهر على انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية وتسليمه الشعل لنائبته كاملا هاريس والتي حصلت على ثقة حزبها وتم ترشيحها رسميا عبر عملية تصويتا إلكترونية مسبقا وهو ما يجعل المؤتمر هذا مختلف عن المرات السابقة من هذه الناحية فسيتم التركيز فيه على الخطابات وإقرار البرنامج السياسي للحزب وأيضا خلال المؤتمر حظي بايدن بتصفيق حار وهتفات صاخبة استمرت لدقائق بعد أن قدمته ابنته أشلي للحضور واستمر التصفيق لمدة أربع دقائق بينما كان بايدن يبكي قبل أن يلقي خطاب وداعه ليسلم الأمانة قدمته أدفعه ليسلم أريد أن تحضب أن أدفعه أعطي ، أخيك فتاك أخيك فتاك لدقائق جو بيدن اشتركوا في القناة 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 ودعا فيه الناخبين الى دعم كاميلا هاريس قال انه سيكون افضل متطوع في حملة هاريس الانتخابية وانه يدرك ان ارثاغ السياسي مرتبط الى حد كبير بالحاق الهزيمة بترامب رد بعيدا على تقارير التي تحدثت عن غضبه من الديمقراطيين الذين طلبوا منه تخلي عن ترشرحه بسبب عدم ثقتهم في مؤهلاته وقدراته العقلية فقال انه غير غاضب منهم وطبعا كان لترامب نصيب من خطابه بايدن فوصفه بالفاشل والمجرم المدان بعد انه اختبار سبقه انا داد نظام حققق انا اخبركم انا اخبركم اخبركمkin انا اخبركم اخبركم سيكون اخبركم انا اخبركم انا شكابا مولا تفقدنا اذا انا بيت يالے المدان محدد انا joking تلاب بمساجرارة زياريس الهواتف when he talks about America being a failing nation. He says we're losing. He's the loser. He's dead wrong. Trump continues to lie about crime in America like everything else. Guess what? On his watch, the murder rate went up 30%, the biggest increase in history. Meanwhile, we made the largest investment, Kamala and I, in public safety ever. أما المرشحة هاريس فلم يكن من المقرر أن تلقي كلمة لها اليوم أو في اليوم الأول وكان ظهورها على المنصة مقتصرا بالترحيب بالحضور لكنها أيضا فجأت الجميع بإلقائها كلمة مختصرة شكرت فيها بايدن على قيادته البلاد التي وصفتها بالتاريخية So it is so good to be with everyone this evening in this Hall and everyone at home this is going to be a great week and I want to kick us off by celebrating our incredible president جو بايدن جو بايدن جو بايدن جو بايدن جو بايدن جو بايدن أما وزيرة الخارجية السابقة هيلری كلينتون فقد دعت خلال كلمتها إلى انتخاب هاريس لتكون أول امرأة كرئيسة للولايات المتحدة ودعت الأمريكيين إلى تجسيد الحلم الديمقراطي وانتخاب هاريس ولم يكن ترامب خارج نطاق حديثها طبعا فقالت إنه يصنع التاريخ بسجله الإجرامي كما ترامب كامالا قمت بسجارين ودرافكورين سنعب بالتاريخ بسجله الإجرامي من李 helping يس Lindí كامالا قمت بسجارين خوزًا تنضم إلينا الآن مشاهدين من شيكاغو نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن أهلا بك يا نادية معنا نادية طبعا نحن أوردنا كثير مما جاء في هذه الخطابات في اليوم الأول من مؤتمر الحزب الديمقراطي لكن حبذا لو تضعينا في صورة تجملي لنا أبرز وأهم ما ورد في هذه الخطابات أعتقد راوية هناك الكثير ربما من المواقف التي يجب أن أتحدث عنها أولا المواقف الشخصية يعني قرار بايدن أن تكون أشلي ابنته هي التي تقدمه لأنه كما تعرفين ابنه هونتر بايدن لديه مشاكل قانونية ولديه اتهامات بحيازة أسلحة ومخدرات ولديه أيضا اتهامات بعلاقته مع أوكرانيا وإلى غيري وابنه الآخر بو الذي تحدث عنه طوال الوقت كما تعرفين توفي بمرض السرطان لأنه كان يخدم في العراق وتأثر من المواد السامة هناك إذن لم تبقى سوى ابنته أشلي التي تقدمه وأشلي بصفتها سيدة أيضا تعطي هذا التوتش الذي يظهر العلاقة الحميمة بين بايدن وبين ابنته وهذا ما لمسناه على فكرة أيضا في مؤتمر الحزب الجمهوري عندما كانت هناك حفيدة ترامب تتحدث عنه بشكل شخصي الأمريكيون مولعون بالقصص الشخصية ومن هنا عندما تقول بأنه أبي الذي خدم 53 عاما في الخدمة العامة في مجلس الشيوخ وكنائب الرئيس والآخر وكان أصغر سنتر يدخل مجلس الشيوخ كان يأتي إلى ديلاوير حتى يقرأ لنا القصص بالليل إذن أعطت هذه الصورة المغايرة ربما عن الأشخاص الذين ينتقدون بايدن ويصفونه بأنه لديه مشاكل إدراكية ولديه مشاكل خصوصا بالنسبة للحرب على غزة يصور بأنه جينوسايد جو أعطت صورة مغيرة نوعا ما وكما جيل بايدن أيضا جيل بايدن تحدثت عن هذه العلاقة الحميمة التي تربطها بزوجي على مدى 53 عاما أو أكثر من 50 عاما إلى آخره وكما ذكرت رأينا هذه العلاقة بينه وبين كاميلا هاريس علاقة شمسية في الواقع هو هذا الملفت ربما نانزيا ليلة أمس كانت ليلة جو بايدن نعم من تحدثوا عدا عن جو بايدن يعني الوزيرة السابقة هيلاري كلينتون أيضا أشلي بايدن وجود جيل بايدن أيضا دائما وبهذا الزخم وبهذه القوة وهذا الحضور يعني ينعكس على أصلا الجو العام بأنه المرشحة أصلا الآن لديمقراطية للرئاسة هي سيدة أيضا فهذا الحضور النسائي كان طاغي رأيته يعني في هذا المؤتمر من الفيديوهات أو أكيد أكيد دون أن نشك لكن أيضا في نقطة أخرى راوية وهي أن المؤتمر اختار أن يتحدث بايدن في اليوم الأول يعني في العادة الرئيس لا يتحدث في اليوم الأول أعطوه هذه المساحة وهذا الوهج وهذا التأييد تحدث لساعة تقريبا رئيس لم يستطع يتحدث أكثر من دقيقتين لا قبل ما يحكي أصدي يعني أنه كان يحاول أن يتحدث وكان الحضور هنا طبعا بعد ساعات ستمتلئ هذه القاعة المنصة خلفي كانوا يعني يقفون ويصفقون بحفاوة بشكل حاد حتى أنه لم يستطع أن يتحدث وبالتالي هم يقولون لهم بأنهم يقدرون ما قفه بالتحديد وأنه انسحب من هذا السباق لكن أيضا نقطة الأساس هي أنه المؤتمر جد ولا خطابه حتى يختفي من الصورة يعني خلاص مش رح نجوف بايدن بايدن ليلة أمس انتهى من هنا من شيكاغو من قاعة المؤتمر حيث أتواجد أنا استقل الأير فورس ون وذهب إلى كاليفورنيا في رحلة مع زوجتي ومع أولادي ومع أحفادي وبالتالي لن يكون موجودا الليلة الليلة انتهى دور بايدن يعني الحزب كرمه تحدث عن إنجازاته تحدث عن هو نفسه قال للأمريكيين بأنني أنا فضلت أن أمريكا بقاء في هذا السباق وكانه قدم تضحية كبيرة لهم والآن من الليلة صاعدا سنرى الجوه الآخرين الليلة نجم الحزب الأكبر عراب الحزب الأكبر وهو الرئيس باراك أوباما باراك أوباما الليلة سيكون في هذه المنصة وعلى فكرة يعني هناك بعض التسريبات بأنه بايدن كان يلوم أوباما بأنه يعمل من وراء الستار على إزاحتي من الترشح ودعم كاميلا هاريس وبالتالي كان هناك احترام نوعا ما لبايدن لدوره كرئيس والآن انسحب بايدن من السباق ومن الصورة بأكملها الآن الليلة سنركز على ميشيل أوباما على باراك أوباما على السيد الأول ربما إذا وصلت كاميلا هاريس إلى البيت الأبيض السيد الأول هذه أول مرة ستكون أول مرة يطلق على رجل هذا الاسم في الولايات المتحدة إذا فازت سيد الأول بالفعل طيب فإذن تقولين بأنه طيب على فكرة هو الآن السيد الثاني بالفعل السيد الثاني طيب نادي إذن تقولي بأنه سنسمع ربما أو سيكون حضور كبير وخطابات لعائلة أوباما سواء ميشيل أو الرئيس السابق باراك أوباما أو الأسبق ماذا أيضا ننتظر سواء كان هذه في الليلة كما ذكرت بتوقيت شيكاغو أو حتى في اليوم الأخير طبعا الليلة هو المؤتمر عادة يبدأ في الساعة السابعة مساء ويستمر حتى الساعة 11 أو 12 مساء وكل الكلمات الأهم هي تترك للنهاية فالليالي طوال هنا على مدى أربعة أيام الليلة بالتحديد كما ذكرنا لباراك أوباما ولميشيل أوباما وعلى فكرة لديه قدرة اللي هو ستار باور كما يسمى حتى الآن الرئيس أوباما لديه القدرة على جذب الناخبين وخصوصا من الشباب هذه نقطة مهمة بالنسبة لكامالا هاريس لدعم الشباب ودعم الأقليات طبعا وإذا هي انتخبت ستدخل التاريخ تماما كما فعل باراك أوباما عام 2008 كأول رئيس من أصول إفريقية وهي طبعا سيدة ملونة لكن أيضا سيكون هناك نجم آخر هذا النجم الذي يتحدث دون تيلي برومتر هذا النجم الآخر الذي دوما موجود في المؤتمرات الحزبية ولديه مكانة ولديه احترام ولديه شعبية كبيرة وهو الرئيس بيل كلينتون بيل كلينتون سيتحدث يوم الأربعاء وسيعتلي هذه المنصة من خلفي وطبعا يوم الخميس هو ليلة التتويج لكامالا هاريس لا نعرف حتى الآن من سيقدمها وهي حتى الآن يبدو المحافظة على عنصر المفاجأ لأنه في العادة ربما نائب الرئيس والذي يقدمها أو ممكن شخص مقرب منها لكن هي ستتحدث طبعا وسمعنا على فكرة طوال الوقت عن القصص الشخصية بأنها هي عملت بماكدونالد وأنها تنتمي إلى الطبقة الوسطى وأن والدتها كانت تشعر بحماس كبير عندما اتدخلت أموالها تيتلي تشتري أول بيت بعدما كانت تستأجر البيوت وبالتالي هي أقرب إلى الطبقة العاملة والكادحة والمتوسطة من دونالد ترام وسنرى هذه الوحدة التي لم نتوقعها على الإطلاق قبل ثلاثين يوما طبعا سنكون معك على مدى الأيام القادمة في تفعلكم وغيره وطبعا في كل النشرات لمتابعة فعاليات وتفاصيل هذا المؤتمر بأيام الأربعة شكرا جزيلا لك نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن شكرا جزيلا لك